هل العالم مقدم على موجة جديدة من الإرهاب؟ اللي فجر هذا التساؤل هو ما حدث في موسكو هذا الحادث الإرهابي الإجرامي البشع ناس مدنيين عزل دخين يتفرجوا على الحفلة موسيقية بيهجم عليهم مجموعة من الإرهابيين ويوقعوا عشرات القتلى والجرحة فضلا عن حالة الهلع والتوتر الذي أصاب المجتمع حدثة أخرى حدثت في قندهار في أفغانستان اللي تقع تحت سيطرة طلبان اللي قام بالحادثتين واللي ادعى هذا الكلام هو تنظيم الدولة الإسلامية في خرسان نحن عارفين الدولة الإسلامية اللي قامت في جزء منها قامت في سوريا والعراق تحت قيادة أبو بكر البغداري في 2014 ثم ضحرت بهجمات سواء شارك فيها الجيش العراقي أو القوات الأمريكية مع بعض حلفائها أو أيضا روسيا دخلت على هذا الخط لكنها طبعا انتشرت يعني فيه تنظيم الدولة الإسلامية في أفريقيا في شرق وغرب أفريقيا والسحل الإفريقي بينازع تنظيم آخر متطرف اللي هو تنظيم القاعدة اللي احنا عارفينه من زمان بتاع أسامة بن لادن وفي نفس الوقت احنا لدينا حركة طلبان في أفغانستان بدأت كثير من الدول الأوروبية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أحداث إرهابية ممكن أن تحدث في أراضيها حادث موسكو كان مفاجئ وما كانش مفاجئ قوي بالنسبة لبعض الدوائر لأن الاستفارة الأمريكية في روسيا أصدرت تحذيرات في أول مارس لربما حدوش شيء لكن طبعا لم تأخذ مأخذ الجد من جانب القوات أو الأجهزة الروسية طبعا بغض النظر عن الرئيس فلاديمير بوتين اللي فاز برئاسة جديدة في روسيا أيضا بأغلبية كبيرة هو اتهم المخابرات الأوكرانية والغربية والأمريكية بمساعدة الإرهابيين أو الجهاديين دول اللي تم القبض على بعضهم وفي كل الأحوال تنظيم الدولة الإسلامية نزل بيان يعني وقال فيه ماذا حدث طيب احنا عارفين أن طلبان عادت مرة أخرى إلى حكم أفغانستان بمجاب اتفاق حصل مع الأمريكان كان في قطر عام 2020 في عهد الرئيس دونالد ترامب وعادت إلى الحكم سنة 2021 وطركتها القوات الأمريكية وعنا شوفنا المشاهدين ويا ماشية قوات الأمريكية الناس كانت بتتعلق بالطيارات عايزة تهرب طلبان تعهدت أنها لن تدعم الإرهاب ولن يعني تجعل أي إرهاب يخرج من أراضيها للعالم الغربي لكن طبعا الموضوع ده محل كلام شوي أول حاجة طلبان لديها علاقتها مع القاعدة التاريخية ولديها أيضا علاقات مع طلبان باكستان في طلبان في باكستان شجعتها أنها تيجي الأفغانستان تعرفين باكستان وأفغانستان دول مجورة يعني شجعتها أنها تدخل أفغانستان وده ربما اللي وطر العلاقات بين الدولتين والسلاح الجوي الباكستاني قصف بعض مواقع لطلبان باكستان اللي موجودة جوه أفغانستان وحدث توطر وإطلاق نار متبادل على الحدود بين الدولتين من ناحية تانية طبعا حركة طلبان لديها علاقتها قوية جدا بتنظيم القاعدة طيب هتيجي تقول لي طب ليه تنظيم الدولة الإسلامية له موقف شديد ضد طلبان وإحنا شايفين الحادثة اللي حصلت في قندهار اللي هي في قلب طلبان طبعا طلبان لديها يعني تنافس تقليدي وعداوة تقليدية مع تنظيم الدولة الإسلامية فهي طبعا بتحاول أن هي بتحاربهم لكن تنظيم الدولة الإسلامية بيحاول أنه يحقق امتداد وانتشار هتيجي تقول لي طيب هو لماذا ذهب إلى موسكو طبعا هو بعمل حادثة كبيرة الاتحاد أو الروسيا لها دور في تقليم أظافر الدولة أو تنظيم الدولة الإسلامية في شارق أفريقي يعني عملت مجموعة من الاتفاقات ولها حضور قوي جدا في مالي وبركينة فاسو والنيجر قلصت قدرات التنظيم في هذه الأماكن التنظيم ده تيبروح ناحية الغرب وفيه يعني كلام كبير جدا عن تنظيم الدولة الإسلامية فين في الصومار وده اللي بيشجع المهاجرين أو المجاهدين الأجانب أنهم ما يروحوا للصومار فيه تقارير بتتكلم عن ناس كتيراة من السويد يعني والحكومة السودية مستنفرة في هذا السياق يعني فيه تقارير بتتكلم على أن فيه تشجيع دلوقتي أن بعد انضحار في سوريا والعراق عايز يعمل بؤرة جديدة في الصومار طبعا عارفين الصومار وعارفين مشاكلها وعارفين أن الصومار لديها مجاهدين من نوع آخرين اللي هم الشباب الصومار المرتبطين بتنظيم القعدة فتنظيم الدولة ده تنظيم يعني له تنافسه مع تنظيم القعدة ويريد أن يتحول إلى هب أو مكان جذب في الصومار يعني إذن إحنا نتكلم على تحديات كبيرة جدا سواء موجودة في أفريقيا أو موجودة في أسيا ونواحي أفغانستان وفيه رغبة فيه إحياء مرة أخرى النشاط الجهادي أو النشاط الإرهاب طبعا الشرق الأوسط مش بعيد عن كده لازال هناك تحديات في سوريا والعراق وإحنا شفنا الجهود الضخمة جدا إلى بزالتها الدولة المصرية في موجودة الإرهاب في سينة تنظيم ولاية الدولة وأفريقيا والساحل والغرب والجنوب طبعا فيه تنظيمات إرهابية وبتستغل حالة الفراغ الأمني اللي موجود في هذه الدول فيه أزمة تتحقق بالدولة الدولة في هذه المناطق ضعيفة وهشة التنظيمات الجهادية والإرهابية بتحاول أنها تملأ الفراغات اللي موجودة داخل هذه الدولة من أجل تحقيق أجندتها طبعا لما عملت الحدثة في موسكو هي عايزة ترسل رسالة أن قدراتها قد تستطيع أن تصل إلى هذا المدى لأن وصلها طبعا إلى قلب موسكو دي مسألة ليست سهلة احنا عارفين أن الأجهزة الأمنية الروسية أجهزة قوية جدا واستطاعت أن هي تصفي خلال الفترة الماضية بعد البؤر والخلايا الإرهابية وألقت القبض على ناس وصفت ناس وفككت خلايا فطبعا يعني دي كلها مؤشرات إلى تنامي القدرات التنظيمية لذي تنظيمات أنها تيجي طبعا العالم يحتاج إلى أن يعيد مرة أخرى الحديث حول التكاتف والتعاون في سبيل ضرب هذه البؤر الإرهابية اللي لو انتشرت في أفريقيا بهذا الصورة و يعني توغلت في أسيا وعادت إلى الشرق الأوسط دي هتشكل تهديد مباشر لأوروبا والمصالح الغربية يعني دي كلها أمور وإحنا عارفينها ومتعارف عليها وشفناها قبل كده في مشاهد كثيرة جدا الفترة الماضية طبعا ده بيؤكد المنطق اللي دايما بتتبناه الدولة المصرية فكرة الحفاظ على الدولة أي محاولة لتفكيك مؤسسات الدولة أو إضعاف مؤسسات الدولة يعني فتح الباب على مصرعيه أمام الإرهاب التشكلات المسلحة الجرائم العابرة الحدود زي غسيل أموال أو الهجرة غير الشرعية أو المشابة فدي كلها أمور مرتبطة ببعضها البداية تكون من الدولة الدولة القوية الدولة التنموية الدولة الديمقراطية الدولة اللي بتحافظ على حقوق وحريات مواطنيها وتكون حاضنة لكل مواطنيها وتغلق الأبواب أمام كافة التشكلات التي قد تستغل أزمات سياسية أو اقتصادية أو فراغ أمني في هذه الدول حتى تباشر نشطها العالم قد يواجه مخاطر الفترة القادمة مخاطر إرهابية ولابد أن نكون منتبهين ولابد أن يكون هناك تعاون على الصعيد الإقليمي والعالمي لمواجهد هذا الخطر القديم الجديد ترجمة نانسي قنقر